صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في فقرة يعني يمكن هو التوجه القاصبي الدولة في هذا الصياق تحديدا وهو صياق المدارس التكنولوجية التطبيقية مبارح شفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عدد من هذه المدارس والمدارس دي يمكن الدولة مهتمية بيها في الأونة الأخيرة لأنها بتأهل طلابها لسوء العمل ويكون من خلال شراكة مع القطاع الخاص خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المدارس التكنولوجية وإيه أهميتها وإزاي أقدر أقدم لبني أو لبنتي في المدارس التكنولوجية دي كل دي أسئلة هيجاوب عليها ضفنا الدكتور عمر بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية اللي مشرفنا في الاستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الخير أهلا دكتور عاوزيني الأول نبسط لسادة المشاهدين ونعرفهم يعني مدرسة تكنولوجية تطبيقية وليه فيه اهتمام في هذا المجال تحديدا طبعا المدارس التكنولوجية التطبيقية بدأت سنة 2018 بتلت مدارس النهاردة عندنا في الموقع التقديم الإلكتروني الخاص بالوزارة في 35 مدرسة في 11 محافظة مختلفة بتشمل مدارس وي ومجموعة من المدارس الأخرى في كافة الأنشطة الاقتصادية للاقتصاد المصري المدارس دي الهدف منها الشراكة مع الهيئات والمؤسسات القوية اللي في الدولة سواء كان قطاع أو قطاع خاص من أجل تخريج خارجين على أعلى مستوى من الناحية التقنية والمهارية حيث أنهم يبقى عندهم كلا الخيارين بعد تخرجهم يعني إما يخش سوء العمل بطريقة مباشرة والتحق بوظيفة نتيجة التحق بهذه المدرسة اللي هي رعاة مرعية بالهيئة الاقتصادية اللي بنتكلم عليها أو إن هو يكمل دراسته بالإضافة للتحق بسوء العمل حياة الدولة المصرية بتعمل سياسة علمية متكاملة فيما يتعلق به المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية لأنه أصبح الكرير مفتوح للولد أو البنت إنه هيخلص الدبلوم بتاعه وبعد كده يلتحق بالجامعة التكنولوجية عشان يأخذ البكاريوس التخصصي بتاعه في نفس المجال اللي هو بيحب مش كده وبس إحنا عندنا مجلة تانية مهمة جدا إنه فترة سماحية هذه الشهادة تصل إلى عشر سنوات عشان الطالب يقدر يخش سوء العمل عنده تجنيب بيخلصه فتح لنفسه ببرز بدأ يكون أسرة وبعدين عايز يكمل تعليمه وتطلع للارتقاء في المؤسسة بتاعته لوضعية أفضل ده متاح عن طريق الدراسة في جامعة التكنولوجية هنا النقطة دي بس عاروز أتوضيح شيء يعني إيه فترة صلاحية هذه الشهادة عشر سنوات يعني دلوقتي السنوات العامة كانت بتبقى فترة أو الدبلوم الفني على اللي أنا ألتحق مثلا بسنة معين بعض فترة معينة هو سنتها والسنة اللي وراها بأخصى حد ولا عزر أو لظرف المال صحيح لكن دلوقتي إحنا عندنا عشر سنين من حق حضرتك أعمل حاجة وارجع أكمل حاجة بالظبط كده زي موجود في العالم كل وبالتالي الطالب والطالبة هنفاروا تخرجوا من حق أنه يخش سوء العمل ويجرب حظه في مجاله في اتنين وفي تلاتة وبعد كده يقدر يعد المصار أو يكمل في الجامعة التكنولوجية مش بس بيعمل الباكاليوز بتاعه وبيقدر يعمل ماجستير ودكتوراه كمان لو حابب أنه هو يرتقي لأعلى المكان أو منصب في المكان اللي هو بشتغل فيه دي كانت ميزة مش موجودة إطلاقا بالإضافة لده أنه التعليم الفني نفسه النهاردة الولد بيقدر ياخد شاهدتين في المدار السيكولوجيا الطبقية الشاهدة بتاعت الدبلون بتاعت الوزارة وبياخد شاهدة جدارات بالإضافة لشاهدة اعتماد دولي كل ده عشان يقدر الولد أو البنت يبقى موهل أنه هو يلتحق بسؤول عمل المحلي والدولي احنا عندنا شاهدات اعتماد من ألمانيا وعندنا مع إيطاليا وقريبا إن شاء الله مع فنلندا والدوليات المتحدة وبالتالي الولد أو البنت يقدر يتخير ما بين أسواق العمل الخارجية المختلفة تبقى لقدراته طبعا ده بالإضافة لسوء العمل العربي في سواء كان في الخليج أو في بقية الدول العربية اللي كان معتاد أن العمالة يلتحقوا للعمل هناك في هذه الدول وبيتمتعوا بصمعة طيبة اللي احنا بنسعى للسرجحة في الأولى الأخيرة حضرتك بتتكلم على جزء مهم جدا وهو ما يحتاجه سوء العمل النهاردة أنا كولية أمر ممكن أعود أفكر لا أنا عايز ابني يبقى حلمي أشوفه دكتور مهندس حلمي أشوفه حاجة معينة في دماغي لكن المدارس الفنية دي ممكن لسه احنا ما عندناش الفكر ده ويمكن ده اللي كان بيركز عليه سيادة الرئيسة أن الناس تبقى مستوعبة الفرق بين اللي محتاجه سوء العمل وأن احنا بندرس نفس الحاجة هي هي اللي محتاجه سوء العمل النهاردة والإقبال على المدارس دي عامل إزاي والحقيقة هنا فيه شقين اللي الكلم عنه سيادة الرئيس احتياجات سوء العمل ومدى مهارة اللي داخلين لسوء العمل احنا ركزنا على الحتتين دول لأن احتياجات سوء العمل احنا طبعا بما أن احنا بنعمل شركات في المقام الأول مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة والشركات العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها فإحنا بنشوف بالضبط إيه هي أولا الوظائف المستخبلية ثانيا إيه الوظائف المتاحة حاليا إيه الوظائف اللي كانت موجودة ومنها احنا بنشتغل على المهارات بتاعتها وانتهت أو لن يصبح هناك حاجة إليها في الفترة القادمة طبعا وظائف دي لغينا العمل وتدريس فيها طورنا المنهج كله على منهجات الجدرات وبدأنا نشوف احتياجات سوء العمل في كل وظيفة قد إيه وناخد طلب على قدها بالضبط وبالتالي مفيش عندنا عمالة زائر قد واحد اتنين كمان المهم إن الولد أو البنت يدرس الحاجة لو بيحبها ليه أنا بتدي له جرعات نظرية كبيرة يمكن هم ما بيبقاش في حاجة إليها في حياته العملية فضلا عن إن هم ما بقاش متقبلها وبالتالي نسبة إبداعه وتقبله لهذه العلوم ما بتبقاش كبيرة الحاجة التالتة المهمة جدا إن احنا بنعمل مجموعة من اختبرات القبول في هذه المدارس عشان نعرف قدرات الولد هل هي مناسبة لهذه النوعية من الوظائف ومن هذه النوعية من المهارات ولا لأ يعني بيدي له امتحان في الأول بعد ما بيخلص تعدادية وبنشوف مجموعه إذا كان مناسب ولا لأ طبقا ليه التنسيق اللي موجود بنعمله اختبار زكاء واختبار لغة واختبارات أخرى من شأنانها تحدد ما هي ومهارات هذا الولد أو هذه البنت وبالتالي إحنا بنساعد ابننا أو ابنتنا إن هو يتخيل لنفسه المستقبل الأفضل له وطبعا ده كله بيصبح إنه في النهاية يقدر يبدع وينتج بطريقة مختلفة وده اللي هيقدي للتقدم الاقتصادي للدولة كلها نعم يمكن دكتور عمر من الحاجة من الحاجات اللي بساطتني وانا بقرأ الاستراتيجية الخاصة وبقرأ الاستراتيجية الخاصة بالتطوير الفني المحور التالت فيها اللي هو منهجية الجدارات لأننا لسنوات كتيرة جدا كانت الدولة خلينا نقول للأسف بتشتغل في اتجاه وصول عمل لمتطلبات غير تماما اللي احنا شغالين عليه وحتى ده كمان في بعض الكليات انت بتدرس مواد نظرية لكن العملي حاجة تانية خالص ففكرة اللي انا النهاردة اواكب ده اعتقد هو هنا انا حققت الاستفادة وحققت يعني اقول اعظم قدر ممكن من خلال اللي انا بزرع في الطالب احتياجات سوء العمل الحقيقية حضريةك قلت ان شهادات الاعتماد النهاردة بتتم من المانيا وايطاليا وفي طرقهم للوليات المتحدة هضرب مثال بالمانيا المانيا النهاردة الطالب اللي بيدرس في هذه المدارس بيكون ليه دخل من اول يوم عاوز عرف ده برضو بيتطبق ولا لأ وفكرة المانيا بتستهدف اللي هي تستوعب او الكباستي بتاعت المدارس فيها من 85 او من 75 ل 80% احنا هنا عندنا في مصر برضو الخطة المحطوطة نستوعب قد ايه من طلبة الاعدادية طيب نتكلم نقول اول عشان ردا على سؤال سيادتك طبعا الاول مصر كانت فين سنة 2018 احنا كنا منتكلم في حدود 45% من اجمال عدد الطلبة في الاعدادية هما اللي بيلتحوا بالتعليم الفني النهاردة النسبة دي سنة فاتت خمسة وخمسين ان شاء الله السنة دي احنا مستهدفين اكتر من 60% المستهدف رئيس بتاعنا 75% ده مش فأمانيا بس ده معظم دول العالم او متقدم بياخد النسبة دي لانه الولد او البنت ده طبيعة الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا بيحب العمل او المهارة اليدوية معظمنا عنده مهارات اليدوية هو نفسه مش متقشفة وبالتالي احنا دلنا انحنا ننمي هذه المهارة ونعمل على تطويرها وبناء القدرات فيها ده اللي احنا مركزين معاه في توجيه رئاسي اساسي اللي هو مساعدة القطاع الخاص هتلاقي حالتك محاور الاستراتيجيات بتاعت تطوير التعليم الفني اللي هو قرية حديثة من مجلس الوزراء الخمس محاور دول اربعة بيتكلموا على القطاع الخاص صحيح اللي هو مشاركة القطاع الخاص انا النهار ده بيشوف القطاع الخاص في كافة القطاعات وده الحياة مهمة بلغة الصعوبة لان حياتك عارف انت عيني الفني بيغطي كل مناح الحياة لو قلت زراعة لو قلت صناعة لو قلت تجارة قلت حتى صحة كل المناح الحياة بيبقى مشترك فيها تكنولوجيست او تقني بمختلف المسميات صحيح وبالتالي انا بحتاج مشاركة القطاع الخاص في المجال الفندوقي في المجال الزراعي في المجال الصناعي وما ادركهم المجال الصناعي وتعدد التخصصات فيه عشان يبدأ يحط المهارات الاساسية اللي هو عايز يتحلى بيها التكنيشن اللي هو عايز يوظفه او يشغله في الصنع الفلانية وبالتالي احنا عملنا معهم مجموعة كبيرة جدا من ورش العمل مئات وورش العمل عشان نقدر نطلع ايها الجدرات المناسبة بعد كده حطينا دي في مناهج علمية على احدث منهجية بالاستعانة بالخبراء الوزارة وخبراء الموجودين سواء كيف كان في الجامعات المصرية او خبراء الصناعة وبالتالي طلعنا مناهج جديدة تقدر انها تلابي احتياجات سوء العمل زي ما اتفقنا للمهن الحالية والمستقبلية ده بالاضافة لان احنا رجعنا كل المهن السابقة وحزفنا كل ما هو ليس فيه امكانية للانتحاق ووظائف في سوء العمل الحالي وبالتالي ولادنا وبناتنا النهاردة بيتحلوا بمهارات يقدروا ان هم يشتغلوا فيها مش بس في المؤسسات لكن فيه حتة مهمة جدا لريادة الاعمال لانه فيه كتير من الناس اللي شوفناهم من المازج جديدة مبارح وفيه كتير جدا لغيرهم في التعليم الفني هم عندهم افكار لانهم يعملوا مشاريعهم الخاصة وبالتالي احنا بنشجحهم كبان وبندرس لهم ريادة الاعمال عشان يقدروا انه هم يكونوا ترس مؤثر في عجلة الاقتصاد المصري طيب بالنسبة للناس اللي عايزين ياخدوا تجاه تاني هل فيه تعاون بيبقى بين الشركات وبين المدارس دي بحيث ان الطلبة خلينا نقول يبقى ليهم مثلا انترشيبس او لما يتخرجوا يبقى ليهم فرص للعمل في هذه الشركات مثلا او المؤسسات وهل انا كطالب النهاردة يعني عايزة برضو افهم من حضرتك فيه مجموع معين محتاجة عشان ادخل الجامعة بعدها او اني اروح اشتغل على طول بعدها طبعا حضرتك احنا جاي القديم يعني اضافنا امتيازات لكن لم نخصم من الرصيد القديم يعني قديما كان الولاد بيخشوا كليات الهندشة مثلا في التعليم الصناعي بعد اجراء معادلة ايه النظام ده مازال قائم ولكن اضافنا اليه ان الولد بيخش بدون امتحام معادلة في حالة انه يجيب خمسة سوائم في المية فاعلى في الجامعات التكوشية بطريقة مباشرة زي ما اتفقنا هو الولد الحياة التعليم الفني على العكس ما هو مفهوم او متداول التعليم الفني هو تعليم الارقة والاكثر تكلفة انه بيعلم الولاد مهارات مطبطة مباشرة بسهول العمل وبالتالي التكلفة الكبيرة اللي بتتحملها الشركة الرعية في هذه النوايا من المدارس هو بيبقى عايز العائد بتاعها ان هو يوظف هذا الولد اللي استثمر فيه او هذه البنت فيه جوه المؤسسة بتاعته تمام وبالتالي هو بيبقى اكثر حرصا على انه ياخد اكبر عدد ممكن من هؤلاء الخارجين داخل مؤسسته والباقي حتى لو كان عايز نسبة منهم ان هو يكمل تعليمه بنعمله برامج الدراسية متطورة طبقا لاحتياجاته يعني لو هو بيشتغل الصبح بنخلي برامج الدراسية بتاعته في الجامعات الكبيرة بعد الضهر والعكس بالعكس بحيث ان احنا نوفر للطالب او الطالبة الفرصة الكاملة لانه يلتحك بسهول عمل ويكمل دراسته اذا ما حاب وكانت قدراته تسمح والكارير الوظيفي كمان اللي هو عايز يمشي فيه جوه المؤسسة الرعية بيسمح بجاني نعم طيب دكتور يمكن احنا تربينا على فكرة القنوات التعليمية شفنا مع بداية انطلاق النايل سات شفنا قنوات النيل التعليمية واحد واثنين وتلاتة ثم تم تطويرها حاليا للتعليم الاساسي شفنا مدرستي واحد واثنين هل التعليم الفني عنده نية لمثل هذه المدارس يعني كي تكون وسيلة مساعدة زي برضو ما شايفين المواقع الخاصة بحصص مصر فشفنا مدرستنا واحد واثنين وحصص مصر وفيه تلاتة كمان هل عندكم نية انتوا تساعدوا لطلبة من خلال قنوات اعلامية تكون يعني اداء ليهم وتحفيز بالفعل هو موجود قناة تعليمية التعليم الفني يمكن بيبقى مع نوز بار في تلزيون مصر ده في الوضع الحال لكن احنا حاليا بنطور اللي هي قناة ايه بس القناة الموجودة حاليا موجودة اللي هي التعليمية منهجية الجدارة في الحقيقة المشكلة الكبرى زي بمضحتك ان الموضوع ده هو اللي بيتكلف البنجيت الاكبر صحيح في ليه انه التعليم الاساسي عبارة عن اتنشر علم اساسي هم دول باش احنا عندنا فيه متين وخمسين تخصص مختلف في التعليم الفني وبيتقل هذا هو عمر صناعي لوحدك هاي بالزبط كيف هاي دي المشكلة التكلفة عالية جدا ومع هذا الوزارة بتقوم على ان هي بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لمثل هذا المنتج اللي هيتكلف كتير من الناحية طبعا الاعلامية لكن احنا شغالين عليه وان شاء الله بنتعشم انه بدءا من عام مش عام الدراسي ده تسعة اتنين وعشرين تسعة تلاتة وعشرين هيكون ان شاء الله في قناة متكاملة فيها كل المحتوى التعليمي اللي احنا بنتمنىها لولادنا وبناتنا في كافة التخصصات الموجودة في تعليم الفني ان شاء الله طيب يعني دلوقتي فيه عندنا تعليم فني وتعليم تكنولوجي حابين نعرف من حضرتك الفرق ما بينهم وفيه مدارس كمان متخصصة زي مثلا مدرسة متخصصة في البترول يعني عايزين نعرف ده كمان ايه حضرتك كلمنا اكتر عنه والدهب احنا عندنا يعني في مجالات مختلفة وكتير احنا عندنا مدرسة في الزكال الصناعي مثلا مع اتشأستي عندنا مدرسة ظهر في البترول زي ما حدك قلت في محافظة برسعيد عندنا مدرس ويف ست محافظات في جمهورية مصر العربية عندنا المدرس الخاصة بالاي تي مع شركة اي بي ام عندنا مدرس خاصة بالحلولة المجوارات عندنا مدرسة الفنون مدرسة المهمة جدا اللي بتعمل على تخريج الفنين اللي هم نادرين جدا لان احنا بنشوف مثلا فنين الصوت بيتنقالوا ما بين القناة مختلفة لانه فيه نودرة فيهم والاضاءة وخلافه عندنا مع اكاديمية الفنون مدرسة فيها كل التخصصات اللي بتعين الفنين طب ايه الفرق بقى بين التعليم الفني والتعليم التكنولوجي هو الحقيقة الفرق اذا ما قلنا ان التعليم الفني حتى زي اللحظة كل التعليم الفني من حق انه يخش الجامعات التكنولوجية لكن اللي بيميز مدرس الكولوجية التطبيقية اولا المجموعة انها بتاخد مجموعة عالية جدا وبالتالي الولد اللي بيبقى اكتر تموز ان هو بيخش هذين المدارس وده عنده فرصتين الفرصة الاولى ان هو بيلتحك بالتوظيف المباشر في المؤسسة الرعية لهذه المدارس وكمان المجال المفتوح قدامه ان هو يكمل الدراسة العملية بتاعته احنا بنحاول كمان لبقية مدارس التعليم الفني العادية ان احنا نوفر اكبر قدر ممكن من فرص العمل في المؤسسات المختلفة وخاصة مع القطاع الخاص فهما يعني احنا نحاول كل التعليم الفني لتعليم تكنولوجي مبني على الجدارات الاسسية المطلوبة عند سوء العمل او موسمة بالمهارات اللي الناس محتاجاها في كل القطاعات اللي عاملها في الاقتصاد او عجلة الاقتصاد المصري يعني هنا انا نتكلم على سوء العمل هو الركيزة الاساسية للخمس محاور الخاصة بالتعليم الفني والتكنولوجي لكن للأسف احنا بلد شهادات بنحب اللي احنا ناخد الشهادة بغض النظر احنا نشتغل بقية ليه علشان مسمة انا دكتور انا مهندس بقى نظر تبقيل الدكتور ده فرصة عمل او هيشتغل فين او هيتغرب ويسافر ويعمل هجرة بره مش مهم بس انا اسمي بقية دكتور الانكم بتاعي او الدخل بتاعي مش مهم فاوز اعرف المسمة اللي انا لما ادخل مدرسة تكنولوجية هطلع هطلع مهندس مثلا او هطلع خبير في مجال مثلا الناتكنولوجي او يعني اي مكان القطاع اللي انا او القسم اللي انا دخلو هو ده طعم ان بس السادة المشاهدين فيما يخص المسميات اللي هما بيجروا هو المسميات هو ده فيما يتعلق بي الصورة الزهنية لخريج التعليم الفني اللي هي فيها محور كامل في استراتيجية التطوري التعليم الفني في الحقيقة ده موضوع يعني متشابك الاطراف لانه بيتدخل فيه الاهل والولد والمجتمع كونه خلينا نتكلم بصراحة مفيش ما يدعو ان احنا نقول انه خريجي الشهادات ما يسمى بالشهادة المتوسطة انه هو يدخلش اولاده مدرسة معينة او ما يشتركش في نادي معين العقد الاجتماعية دي هي مش مكتوبة ولكن معمول بها يعني هذا الكلام مش مكتوب في قواعد معينة ولكنه بيعمل ديه في بالزبط كده عرفي حتى في امور الجواز كل ده حلناه بان الولد عنده القدرة انه هو يعمل هو كان ايه اللي بيحصل قبل كده انه هاد بيخلص الدبلوم بتاعه وبعد كده يلجأ لكلها نظرية كلية اداب او حوق او تجارة او خلافه عشان ياخد المسامة بتاع انه هو معاه شهادة اولي النهاردة بقى معاه شهادة تكنولوجية فيه تخصصه فانا ما فقدتش المهارة الكبيرة اللي بتغيرتع بيها هذا الشخص وانه هو يقدر يكمل الجامعة بتاعته وفي نفس الوقت يشتغل نفس الشغلة اللي هو بيحبها ويقدر يبدع فيها احنا عندنا فكرة الابداع كمان غائبة تماما يعني احنا عندنا ولاد زي اللي حضرتك شفتهم برح كتير موجودة في التعليم الفني عندهم مهارات واختراعات احنا بنساعدهم وبنعددهم وان شاء الله عندنا بيتكون فريق القوم المصري للتعليم الفني اللي هينافس ان شاء الله في المسابقة التعليم الفني على مستوى العالم وانا بتوقع له ان شاء الله نتائج هتكون ان شاء الله باذن الله مبهرة لان الولادنا بيتمتع بقدر كبير جدا من المهارة ومن الامكانيات احنا بس عايزين تشجيع ودعم اليوم وده اللي احنا بنعمله حاليا والدعم اصبح موجود هو ده اللي بقول لحضرتك عليه لكن هو المسمى انه هو راجل تكنولوجست في مجال معين في عندنا طبعا شهدتين في ثلاث سنوات وثلاثة زائد اتنين لان السياسة التعليمية اللي انا قلت لحضرتك عليها سلفا عبارة عن ثلاثة زائد اتنين زائد اتنين يعني ايه؟ يعني هما سبع سنوات دراسية عشان يحصلوا على درجة البكاريوس خد ثلاثة في المدرسة او خد خمسة في المدرسة يبقى بيكمل اتنين في الجامعة وبالتالي هناك تكامل في المناهج اللي احنا بنسعى لان احنا نوصل ده مع الجامعات التكنولوجية وبالفعل فيه بمتكولات تعاون معهم يعني المدرس التكنولوجية والجامعات لا تقل في القيمة والمكانة عن التعليم العالي والله انا يعني مشاهزة متحيز لا انا عاوزة قوله دكتور يعني احنا ممكن في يوم الايام نشوف وزير لا انا عايزة حديث قول متحيز بالزبط يعني احنا بنفسر وسبب وجود حضرتك مع النهاردة اللي احنا نبسط المعلومة ونطمئن الاهالي ممكن هشوف وزير في يوم من الايام خريج احدى هذه المدرس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية اه طبعا هنشوف مش وزير بس الاكتر ان انت عندنا النهاردة مديرين تنفيذيين كتير مش كتير اوي يعني بس كتير برا من ولادنا اللي هاجروا وبقوا مديرين تنفيذيين في شركات عالمية من خارج التعليم الفني محمد صلاح خريج تعليم الفني على سبيل المساعدة اه ما اشتغلش في المجال ده لكن هو في النهاية مع الشهادة من ده واحنا شايفين مستوى الثقافي واللغوي اذا الواحد لما بيشتغل على نفسه بطريقة سليمة وبينمي مهاراته هو ده الطريق الوحيد للنجاح فاحنا بنشتاعد ولادنا في ده وبندعمهم بكافة الطرق احنا بنفتح لهم المجال للنهاية سواء للعمل داخل جمهورية مصعبية او خارجها والدراسة كل ده طبعا تم في فترة صغيرة وعشان كده احنا كان مستوىنا سنة 2018 احنا قلنا 113 في المعاشر المعرفة العالمي من 138 دولة النهاردة احنا 68 من 145 ده سنة الفني وبالتالي التقدم ده نتيجة مجموعة الاجراءات اللي خدتها الدولة عشان نحسن مستوى المعرفة لعموم الشباب بمورية مصر العربية والتعليم الفني هو التعليم اللي هيؤدي لاقتحام سوء العمل بطريقة اسرع وكمان لمرتبات مجزية اكتر من نظيره اللي موجود في التعليم العام او تعليم التقليد يعني خارجين التعليم العام كتير قوي بنشوف من بعض الشهادات لما بيتخرجوا لو انت ما عندكش فكرة خارج الصندوق شوية او بتعمل شغلانة بطريقة مختلفة شوية بسبب التوافر الكبير للشغلانات دي يعني يا مش هتبقى موجود يا مش هتكمل يا هتلاقي فرصة عمل هتبقى صعب قوي انك تحافظ عليه هتاخد وقت شوية لما تطور من نفسك محتاج تطور كتير لكن احنا في الحقيقة الفقرة الجاية معنا ضيف مبرمج حر وهو لسه طالب لكن هو بيقول ان مرتبه عالي جدا جدا فأنا عايزة اقول انه يعني طبعا اولياء الامورو بتفرجوا علينا النهاردة ممكن يكون لسه طالب في مدرسة فنية لكن بيعمل يعني فلوس بيشتغل قادر انه يصرف مش بس يصرف على نفسه لا كمان يعمل مستقبل كبير فلوس ولية امره مع ملهاش طول خدمته في الحكومة انا موافق وكان اولله ازدواجية التفكير ليه انا بشتت ابني او بنتي طالما هو حابب حاجة معينة انها لا لا خش ادرس طبيعة وفيزيا وكيميا وكذا وحاجات انت بتحطها على جنب وانت بتحب الاي تي مسلا البروجرامنج زي ما حاطتك زكرت المثال ده تحديدك طب ما انا عندي مدرسة مع اي بي ام مدة دراسة فيها خمس سنوات ما بتدرس غير الكلام ده طب انت عايز الارتيفشل انتليجنس عندي مدرسة في مجال الزكاء الاصطناعي ما بتدرس غير الكلام ده وبيبقى الولد تحديدكي تتفاضي لهذا الموضوع تماما وبيدرس كل ما هو مكمل لي صحيح في هذا الاتجاه وبالتالي انا بنميله مهارته بطريقة اسرع فهي دي بتزبط الفكرة اللي احنا بنسعى لتوصلها للناس بدل ما انا بضيع وقت الولد او البنت في انه يدرس مجموعة من العلوم النظرية الجاف اللي ممكن بقاش عنده اي انترست فيها لأ انا النهاردة بوجه كل مجهودات والحاجة اللي بيحبها وبوفر له امكانات داخل المدرسة لهذا ومعنديكيش فكرة حدودة كم زي ما بقول الانوفيشنز والاختراعات والافكار الجديدة ده يمكن الفرق بينه احنا بنسميه طالب متخصص هو درس حاجة معينة فهمها كويس يعني انا شخصيا هكلم عن نفسي يعني لما كنا ندخل لامتحان كلنا ندخل نكتب الكلمتين نطلعنا السين انما فرق بين الطالب ده والطالب ده انه دخل حب الحاجة تخصص فيها قدر انه هو يبدع فيها فلاقى فرصة عمل موجودة عمل فلوس كويسة مش وحش مش حاجة وحشة لكن في نفس الوقت هو كمان متخصص ودي يمكن اهم حاجة ودي اهم حاجة وده كلمة الحب دي هو لو بيحب الحاجة هيقدر اولا يبرع فيها ويقدر يخترع فيها الجديد وبالتالي بتحصل عملية التنمية من النقطة دي فده اللي احنا يعني بنسعى لتأصيل هذا الفكر واحنا بنضارف ده في كل المجالات في واحد بيحب حاجة في الاي تي في واحد بيحب حاجة في الميكانيكا في واحد بيحب حاجة في الزراعة بغيته انه هو يزرع بطريقة مختلفة او يزرع نباتات نادرة الوجود في واحد بيحب تربية الحيوالية في احد بيحب الخيل في واحد بيحب الرياضة مجالات الرياضة المختلفة احنا عدنا شوالا مدرسة في التسوير الرياضي مثلا وعندنا شوالا مدرسة في العلاج الرياضي بنحاول نعمل ده ففي كل التخصصات اللي ممكن حضرتك تتخيليها احنا بنعمل مدارس يمكن تكون صغار انا عندي مدرسة في البيولوجي او ال كيميا الحيوية مدرسة فيها 12 طالب بس هم متخصصين في إنتاج الكتس بتاعة التحليل الطبية وخلافه إذن أنا بدور على احتياجات سوء العمل وبياخد طلب على قدها بالضبط والمدارس دي بتطلع أولاد في منتهى الكفاءة وعلى درجة عالية جدا من التمايز يعني أعتقد بعد هذه الفقرة كل ولية أمر محتاج يقف وقفة مع النفس لأنه ما فيش أغلى من الضنة لازم نقف نتأمل مش فكرة ابني هيكون ناجح بالإملاءات وفكرة اللي أنا بفرض عليه شيء ما أنا نفسي كنت بحبه فعاوز ابني يطلع زيه بالعكس فاتشوا جوه أولادكوا شوفوا هما موهوبين في إيه وده اللي بيضاهي في التعليم الفني علشان يكون لو كلنا بنتكلم على محمد صلاح يكون عندنا 100 مليون محمد صلاح في مجالات مختلفة مش بس المجالات الرياضية دكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل إدارة وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنشكر حياك فنم على هذا الكم الهائل من المعلومات في حياة الأمر وبنتمنى لك كل التوفيق طبعا لفضل شكرا فنم سيدي